السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الأوفياء في هذا المقطع التربوي الجديد والذي يتعلق بإنجاز أسئلة الخاصة بالنص الوظيفي الثالث من الوحدة الثانية السلوك المدني صفحة 69 و70 والصفحة 71 من كتاب منار لغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي أبدأوا على بركة الله معكم أصدقائي بأسئلات ألاحظ وأتوقع نعم هنا ألاحظ الصورة وأصفها نعم نلاحظ هنا لون عندنا لون أخضر الذي يدل على اللون الطبيعة عندنا يدين تمسكان الكرة الأرضية إذن الصورة هي عبارة عن يدين لشخص ما تحمل مجسم للكرة الأرضية إذن هذه هي الملاحظة والوصف ديها أنطلق من الصورة وعنوان النص وأتوقع الموضوع الذي سيتناوله إذن انطلاقا سلوك المدني وانطلاقا من الصورة إذن أصدقائي ممكن أن ننقل من خلال ملاحظتي للصورة والعنوان أتوقع أن النص سيتحدث عن السلوكات المدنية التي يستطيع الإنسان القيام بها في كل أنحاء العالم نعم أصدقائي إذن الآن ننتقل مباشرة للصفحة الموالية صفحة رقم سبعون من الكتابة وعن أسئلات أفهم وأحلل إذن أولا أضع علامة فيه على المعنى المناسب للكلمة حسب سياقها في النص عنا كلمة أهلا وكلمة تعيره بالنسبة لكلمة أهلا هل معناها عاجزا أو مستحقا أو طالبا أو رافضا إذن أهلا لها بمعنى مستحقا لها طفقنا إذن يعني كيمشي الوحل مكانة التي يستحقها تعيره بمعنى تقدروه تمنحوه تعيروه عفوا تقدروه تمنحوه تشكروه وتبادلوه إذن المعنى ديال تعيروه بمعنى تمنحوه نعم ثم الآن السؤال الثاني أحدد عائلة كلمة مقعد إذن بالنسبة لكلمة مقعد سنجيب كلمات اللي عندها يعني مكونة من نفس حروف هذا أو هذه الكلمة إذن مثلا عنها قعود قاعدة تقاعد مقعد قاعد ومتقاعد إذن هذه كلها كلمات عندها يعني أو من عائلة كلمة مقعد ثم الآن أسئلة أفهم أول سؤال لنا ما الذي جعل الكاتب يشكر مخاطبي إذن أصدقائي بالعودة لنصنا لنبحث عن الجواب الصحيح انطلاقا من النص عنا في البداية لقد أحسنتم إلي إحسانا كبيرا لا لأنكم أطعمتموني من زادكم الطيب ولا لأنكم قدرتم جهودي وما كتبتم من أعمال أدبية متنوعة مجالاتها ومواضيعها ولتقديركم عندي قيمة عظيمة بل لأنكم قد وسعتم في روحي ذلك الباب الذي يدخل منه الناس وضيقتم بل كتم تسدون الباب الذي يخرجون منه فأنا ما دام في الأرض إنسان تضيق دونه روحي لست أهلا أن يكرمني إنسان إذن كجواب أصدقائي للسؤال دينا غلق صوف هذا الجواب يشكر الكاتب مخاطبه لأنهم قدروا جهوده ولأنهم وسعوا في روحه باب دخول الناس إلى قلبه وضيقوا باب خروجهم منه الآن ننتقل للسؤال الموالد وهو السؤال رقم إثن نعم أولا عندنا ألف أختار الجواب الصحيح مما يأتي ألف طالب الكاتب الناس بأن يعير الأعمى عناية ومساعدة يعير الأعمى ملابسهم يعير الأعمى بصرا إذن انطلاقا من نص مطلوب طلب الكاتب من نص بأن يعيروا الأعمى بصرهم نعم دع الكاتب إلى الابتعاد عن بغض انحراف الناس وضعفهم بغض الناس بغض البغيض من الناس إذن كجواب عندنا هنا بغض الناس نعم وأيضا بغض البغيض من الناس جيم دع الكاتب إلى كره الظالم الظلم أو المظلوم إذن هنا دع الكاتب إلى كره الظلم الآن سؤال الثالث مطلوب مني أضع سطرا تحت الجواب الصحيح ختم الكاتب النص بدعوة الناس إلى ألف نشر السلام وحب الناس بعضهم بعضا بقى نشر السلام بين الناس حب الناس إذن الجواب الصحيح هنا هو الجواب ألف اللي تحتمنه نعم خط إذن نشر السلام وحب الناس بعضهم بعضا أسئلة أحلل أولا أستخرج من النص ما يأتي ألف ثلاثة تصرفات والسلوكات دع الكاتب إلى التحلي بها وفباء ثلاث تصرفات والسلوكات دع الكاتب إلى التخلي عنها بمعنى صفات اللي خسنان تحلوا بها وصفات يجب أن نبتعد عنها إذن مثلا هنا سؤال واحد ألف نعم دعا إلى الأخوة إلى السلام وإلى المحبة ثباء السلوكات أو الصفات اللي خسنان بتعدي عليها البوغ الجهل والظل السؤال الثاني أبين بعض مظاهر القدوة الصالحة في النص إذن دائما انطلاقا من النص من مظاهر القدوة الصالحة في النص الاقتداء برجل دو سلوك وأعمال صالحة اتباع رجل يعيش حياة الحق نعم هذا انطلاقا من النص دائما ثم في السؤال الثالث نعم استعمل الكاتب أساليب لإرشاد الناس وتوجيههم استخرج من النص ثلاثة جمل دالة على ذلك مطلوبني أنا استخرج ثلاثة الجمل استخدمها الكاتب أو يعني لإرشاد الناس يعني أساليب لتوجيه الناس وإرشادهم إذن مثلا ألا وسعوا أبواب أرواحكم كي لا يظل أحد خارجا ولا تبغضوا أحدا من الناس لا تبغضوا الشرير وابغضوا الشر نعم ثم في السؤال الرابع أقطع النص إلى فقرات وأقترح عنوانا مناسبا لكل فقرة إذن النص دي لأصدقائي سأقوم بتقسيمه إلى خمس فقارات إذن اللحظة هذه هي الفقرة الأولى انتلاق من قد أحسنتم حتى ليكرموني إنسان الفقرة الثانية ألا وسعوا أبواب أرواحكم حتى من برص خافي هذه الجزء الثاني ثم الفقرة الثالثة ولا تبغضوا أحدا من الناس إلى الخير نعم ثم الفقرة الرابعة من البداية دي أصحة رقم السبعون لا تكرهوا الظالمة وكرهوا الظلمة نعم إلى رسوم جميلة إذن هذه الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة إني رأيت الناس كالأظهار إلى نهاية النص الآن مطلوب مني أنني نهتيهم واحد عنوان مناسبة لهذه الفقرات الخامس نعم بالنسبة للفقرة الأولى حب الناس ثانيا الرفق بذوي الاحتياجات الخاصة ثالثا نهي عن الصفات الذميمة رابعا السلوك الحسن خامسا الأخوة والتظامن بالنسبة للسؤال الخامس استخرجوا من النص سلوكين مدنيين دعا إليهم الكاتب إذن سلوكين مدنيين دعا إليهم الكاتب أولا هو حب الناس ثم نشر السلام بين الناس وهذا ما نطمح إليه إن شاء الله ثم السؤال السادس نعم أختار الجواب المناسب يهدف الكاتب إلى ألف وصف سلوك الناس بأ تغيير سلوكهم جيم نقضي سلوكهم إذن الجواب الصحيح هنا هو الجواب بأ تغيير تغيير عفوا سلوكهم أركب وأقويم أسئلة أركب أولا أسوغ ملخصا أركز فيها على السلوكات الإيجابية التي دعا إلى دعا الكاتب إلى التحلي بها إذن أصدقائي كجواب دعا الكاتب لمجموعة نعم لمجموعة من السلوكات الإيجابية التي من شأنها تحسين الطباع البشرية للأفراد داخل المجتمع كالرفق بذوي لاحتياجات الخاصة والحب والأخوة والتضامن بين الناس وهي سلوكات يجب أن يتحلاها جميع أفراد المجتمع لكي نعيش في أمن وسلام ثم في السؤال الثاني أكتب فقرة في حدود أربعة أسطر أشير فيها إلى مظاهر السلوك المدني كما وردت في النص إذن عنا من مظاهر السلوك المدني التي وردت في النص نشر السلوكات الإيجابية داخل المجتمع كالمحبة والأخوة والتضامن والسلام ورفض السلوكات السلبية كالبغض والكره والضر لأن ننتقل لأسئلة أقويم نعم أبدي رأيي في ما عرضه الكاتب عن تجنب السلوك السلوك إذن في رأيي كل ما عرضه الكاتب عن تجنب السلوك السلبي هو بادرة جيدة منه في التذكير بالسلوكات الإيجابية التي تسمح لنا بالعيش في أمن وسلام أما البغض والشر عفوا والظلم لا يجلب للإنسان إلا المتاعب لذا وجب على الناس التخلي عن هذه الصفات الذنمة إذن أصدقائي بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع التربوي ألقاكم إن شاء الله غدا مع مقطع جديد الذي سيخص مكون الصرف وتحويل الميزان الصرفي وبعده مكون تراكيب الأسماء الخمسة بعدما تعرفنا على الأفعال الخمسة أشكركم على حسن المتابعة استدعوكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر